بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء أساتذات الكرام إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم سوف ندخل إلى حصة 42 من سلسلة الحصة التفصيلية في المادة الهندسة الكهربائية وفي هذه الحصة سوف نتطرق إلى ملخص وحدة التحكم بعدها سنتعلم طريقة رسمة ملعام لنظام بسيط بطرق احترافية تلاميذ الأعزاء مع هذه السلسلة المشبعة بالإبداع ستجعل الآليين يرقصون على أنغام حطها في القول يا رياض للشاب المهوب حفيظة دراجي شبيب زينة هذه السلسلة مقسمة إلى 12 فيديو ربي قدرني وإن شاء الله نكملها لكم في أقرب وقت دعواتكم لنا فاصل ثم نواصل هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ حصة اليوم وش راح نمدلكم راح نمدلكم ملخص الوحدة الثانية لوظيفة التحكم وهذه الوحدة ضيفة التحكم راح نربطها لكم بالوحدة الأولى لمنطقة التعاقبي إذن وش هي المكتسبة القبلية اللي حنبني بها وحدة التحكم المكتسبة القبلية أول حاجة هو قلاب الأرس الغير متزامن سواء إنجاز بوابات نان سواء إنجاز بوابات نور وش قولنا قلاب الأرس عنده وظيفتين إما دارة ضد الارتداد أو ذاكرة إلكترونية ثنائة الاستقرار احنا وش راح نحتاجه؟ نحتاجه دارة ضد الارتداد من بعد تلاميذ الأعزاء درسنا العددات وعرفنا العددات وش هي مجموعة من قلابات جيكا جبهة نازلة أو باستخدام 74 ألاس 90 إذن وش وظيفة العددات؟ إذن وظيفة العددات هي إحصاء الجبهات نازلة من بعدها القلاب الأرس زايد العددات زايد قالية كهروضة ويوش يحمل دون تركيب جديد ويسمى دارة الكشفة والعاد لأن المنظومة الصناعية دي ما تحتاج العددات مثلا لدينا علبة تحتوي على 10 قطع لازم نخدم عدد يحسبها 10 قطع بنغلق العلبة من بعد تلاميذ الأعزاء درسنا سجلات باستخدام قلابات دي جبهة صاعدة سؤال مطلح لماذا نصنع السجلات لكي نتحكم في محارك خطوة بخطوة إذن محارك خطوة بخطوة هو منفذ ما يتحكم في غضية الوشاء التعوي هو السجلات على هذه لازم ندرسه السجلات بعد تلاميذ الأعزاء كذلك درسنا مؤجلات سواء مؤجلات رقمية أو تماثلية إذن علينا قرار مؤجلات لسبب تأجيل مثلا محارك دور لخمس ثواني مثلا محارك بعد عشر ثواني دور مثلا حنفية كهر ضوئية تفتح لعشر ثواني إلى آخره بعد تلاميذ الأعزاء كذلك في السنة الماضية درستم المحاركات والروافع موظفة المحاركات والروافع تحويل طاقة كهربائية لطاقة حركية وكذلك درستم مقاومة حرارية إلكتروفان حنفية متحكم فيها إلى آخره هذا كان من تلاميذ الأعزاء وش رح ندير لهم رح نربطهم مع بعض وش رح ندير لهم رح ندير لهم منهجية التشغيل رحين تسألوني السؤال أستاذ وش معنتها منهجية التشغيل لازم أي نظام ديروا منهجية التشغيل صحيحة مثلا نعطيكم هذا مثل وش وش أحي حدث كما تلاحظون هذا نظام ثقب القطع وهذه الضغطة التشغيل وهذا هو العامل عند الضغط على الضغطة التشغيل ركزوا معين ما الذي سيحدث تلميذ الأعزاء ماذا نلاحظ نلاحظ أن القطعة ستنفلت وقد تحدث إصابة للعمان بسبب المنهجية الخاطئ يجب أن تكون لدي منهجية صحية إذن ما هي المنهجية الصحية أولا نضغط على زر التشغيل وبعدها يجب تثبيت القطعة عن طريق خروز ساقة رافعة C1 بهذا الشكل بعدها تتم عملية الثقب عن طريق خروز ساقة رافعة C ودوران المثقاب بعدها رجوع الرافعة C2 واستمرار الدوران المثقاب وآخر مرحلة وهي رجوع المثبت عن طريق دخول ساقة رافعة C1 إذن هذه هي المنهجية الصحية أي نظام يجب أن تكتب له منهجية التشغيل تلميذ الأعزاء فما هي منهجية التشغيل؟ منهجية التشغيل هي دفتر الشروط وهي مجرد حبر على ورق يصف طريقة تشغيل نظام ويجب تحويل هذه المنهجية لمخططات لتسهيل تجسيد بين مختلف المنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات ودارة التحكم تلميذ الأعزاء بعدما تكملنا منهجية التشغيل خطوة الثانية والتي هي تحويل دفتر الشروط أو منهجية التشغيل إلى مخطط وظيفي أو إلى متمن أو إلى جيمة كما شكتوها من قبل تم المخطط وظيفي درستهما والسنة الثانية ما نحن ندرسه في الوحدة التحكم ندرسه مخطط جديد يسمى المتمن ومخطط آخر يسمى جيمة وأنمار تشغيل والتوقف سوف نحاول أنمار تشغيل والتوقف كذلك إلى حلقة جيمة تفهموا تلميذ الأعزاء جبتكم هذا مثال زندنزيدان مدارب كرة قدم زندنزيدان لديه منهجية التدريب هذه المنهجية التدريب موجودة في رأس تعولها حب على ورق وين يجب أن يحولها؟ يجب أن يحولها المخطط هذا المخطط يسمى خطة لعب ريال مدارين الخطة كما تلاحظون أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة مدافعين ثلاثة وسط ثلاثة هجوم نعود لخطوة الثانية تحويل دفتر الشرط إلى مخطط الوظفي كما هذا هو المخطط الوظفي تنازل تستمع السناء ثانية أو تحويل دفتر الشرط إلى مخطط جديد يسمى متمنأ الأشغل هذه نحن ندرسوا في المستقبل وكذلك تحويل أنمار تشغيل والتوقف إلى حلقة جيمة إذن هذه خطوة الثانية تلميذ الأعزاء بعدما كملنا خطوة رقم الثنين هذه أهم خطوة لخطوة الثلاثة والتي هي التسيد هذه التجسيد ذلك المخطط الذي رسمناه سوف نجسده إما بتكنولوجيا الكهربائية باستخدام معاقبات كهربائية أو تكنولوجيا هوائية باستخدام معاقبات هوائية أو برمجية باستخدام برمج الآلي أو ميكرو مراقب نعود إلى مثالنا زند زدان بعدما أكمل خطوة الثانية وهي خطة اللاعب 4-3-3 تأتي خطوة الثالثة وهي التسيد عن طريق المنافذين وهم اللاعبين ركزوا معي حيث كل اللاعب يبقى في منصبه ويننفذ أوامر مدربه وبالدقة بهذا الشكل إذن تلميذ الأعزاء بعدما نتعلمه نصم المتمنة نحن نديره طريقة التسيد إذن نحن نديره هذا المتمن جسده بتكنولوجيا الكهربائية باستخدام معاقبات الكهربائية كما كنت لاحظين بهذا الشكل معاقبات الكهربائية مجموعة من مقاييس كهربائية كذلك توجد طريقة ثانية تسيد المتمن عن طريق معاقب الهوائي وهو مجموعة من مقاييس هوائية كذلك توجد طريقة ثالثة باستخدام المبرمج الالي لابيي المبرمج الالي الصناعي وآخر طريقة وشيات السيد المتمن باستخدام دارة قابلة للبرمجة وهي ميكرو مراقب بيكسل تاش اف اربعة وثمان هذه هي الخطوة ما قبل أخيرة وفي الأخير تأتي الخطوة الأخيرة وهي يجب أن نتحصل على نظام آلي يحول مادة أولية إلى مادة مصنعة فما هي مادة مصنعة؟ المادة مصنعة هي مادة أولية تحتوي على قيمة مضافة ركزوا معي جيدا ما هي القيمة المضافة التي أضافها زيدان لريال مادريل القيمة المضافة هي كأس دوري أبطال أوروبا أما بالنسبة لهذا النظام قبل ما نتحدث على القيمة المضافة نسأل أنفسنا كيف صنعناه أولا وضعنا منهجية التشغيل وسميناها بدفتر الشروط من بعدها حولنا دفتر الشروط إلى مخططات بيانيا مثل مخطط التنازلي أو المتمن بعدها تأتي الخطوة الثالثة وهي تجسيد المخطط بمختلف التكنولوجيات هذه التكنولوجيات هي وسيل تحكم بين المنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات انطلاقا من هذه الخطوات المرتبة تلميذ الأعزاء تحصلنا على نظام آلي متحارك يحول مادة أولية إلى مادة مصنعة ركزوا معي إذن هذه المادة الأولية هي عبارة عن قطعة غير مثقوبة عند ضغط على DCG تتم عملية التثبيت بهذا الشكل ثم عملية الضغط ثم رجوع المثقاب ثم رجوع المثبت ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن هذه القطعة أصبحت مادة مصنعة إذن فما هي مادة المصنعة؟ بكل بساطة المادة الأولية زي قيمة المضافة تسمى مادة مصنعة وما هي مادة مصنعة؟ هي عبارة مادة الأولية الأولى والثوق الموجود في هذه القطعة يسمى القيمة المضافة تلميذ الأعزاء بعدما أعطيتكم فكرة على ملخص الوحدة الثانية هيا روحوا نفهموا كيفية رسم المخطط البياني لسميناه المتمن ولا سميناه غراف سات تلميذ العزيز أعطيت لك هذا المثل وطلبت منك شرح هذا المثال تسألني سؤالي يا أستاذ أعطيلي دفتر الشروط بمجرد نقرأ دفتر الشروط نشرح لك المنظام الآلي كيفية يشتغل إذن هذا هو دفتر الشروط بمجرد تقرأ دفتر الشروط عند الضغط على DCY تخرج ساقة رفعة C إذا نضغط على DCY وشيح يحدث خروز ساقة رفعة C لكي تثبت القطع ثم توجد مرحلة أخرى هذه المرحلة الثانية وش فيها؟ ينزل المثقاب عن طريق خروز ساقة رفعة D ويبدأ دوران معها حتى يضغط على ملتقة D ركزه معه إذن مرحلة الثانية هي مرحلة الثقب القطعاء من بعدها رافعة كي تضغط على ملتقة D وش معتها انتهاء عملية الثقب بعدها وش معتها بعدها تأتي مرحلة ثالثة يعود المثقاب مع استمرارية دوران معتها نغذيه رافعة الطريقة العكسية ونغذيه المثقاب به دوران رجوع الساقة رافعة إلى غاية الضغط على دي صفر وعند الضغط على دي صفر يعود المثبت إلى الحالة الابتدائية وتنتهي الدورة تلميذي العزيز بمجرد أن أعطيت لك المناولة هيكلية وعطيت لك دفتر الشروط قدرت تفهم النظام وش رأيك لك أن نعطيك مثال آخر هيا تلميذي العزيز أشرح لهذا المثال وش راكم تلاحظوا هنا دفتر الشروط باللغة الكورية إذن بتفهم هذا المثال لازم لك تكون كوري وتقرأ اللغة الكورية وبعدها تقولي هذا النظام توظيب المصفوفات وتلوينها ما عليش أزيد نعطيك مثال لقمة 3 كما كنت لاحظوا هذا المثال أشرح لهذا المثال تقولي يا أستاذ عطيت دفتر الشروط أعطيتك دفتر الشروط باللغة الهندية بتفهم هذا النظام وش لازم تكون لازم تكون هندي وتقرأ اللغة الهندية وبعدها تقولي هذا النظام وش وظيفته نظام آلي للطي وثقب القطع تلاميذ الأعزاء توجد طريقة أخرى بسيطة جدا أفضل من دفتر الشروط هذه الطريقة عبارة عن رسم بياني وهذه الطريقة يفهمها أي شخص يدرس هندسة كارابي وفي أي دولة وبأي لغة فهي لغة موحدة بين كل الدول وهذه الطريقة بماذا تسمى؟ تسمى بالمتمن ركزوا معي جيدا إذن نعود إلى نظام الأول تتذكرون دفتر الشروط الذي درسناه من قبل أولنا هذا دفتر الشروط إلى مخطط بياني هذا المخطط المخطط بياني ما هو؟ هو عبارة عن مربعة مراقبة من صفر إلى رقم أربعة المربعة الأول هو مربعة مزدوج بدون فعل يسمى مرحلة الابتداء أينما يكون النظام متوقف أما مرحلة 1، 2، 3، 4 تحتوي على الأفعال مثلا مرحلة الأولى تحتوي على رافعة C، Z مع أنها خروض ساقة رافعة مرحلة 2 تحتوي على رافعة D خروض ساقة رافعة D وضوران المحل وبين المرحلة ومرحلة ماذا يوجد؟ يوجد الاستقبالي. اذا هذا المخطط بياني يسمى المتمة. تعالوا ندرس هذا المخطط بياني ونطبقه على النظام المتحرك. اذا في الحالة الابتدائية تكون مرحلة صفر منشطة فعالة. وبالتالي يكون النظام متوقف. وعند الضغط على DCY والرافعة تكون في حالة توضع التراحة. والرافعة تكون في وضع التراحة. ما الذي يحدث؟ ركزوا معي. عند الضغط على DCY تنشط مرحلة واحد تغذي CZ. وشمعت CZ خروج ساقة رفعة. وعند الضغط على C1 تحقق القابل يسي واحد. ما الذي يحدث؟ تخمل مرحلة واحد وتنشط مرحلة اثنين. مرحلة اثنين تحتوي على فعلين في آن واحد. الفعل الاول دي دي زايد مع انت خروج ساقة رفعة دي. والفعل الثاني دوران المحركي. تنشط مرحلة اثنين ما الذي يحدث؟ دوران المثقاب ونزول ساقة رفعة. وعند الضغط على دي واحد. ويصبح دي واحد محقق. ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة ثالثة وتخمل مرحلة اثنين. اذا المرحلة الثالثة يتحتوي على فعلين. الفعل الاول هو تغذية العكسية الرافعة دي. معانتها دخول ساقة رفعة دي. واستمرار دوران المحرك. وعند الضغط على دي صفر معانتها رجوع ساقة رفعة. وعند الضغط على دي صفر ما الذي يحدث في المخطط البياني؟ تنشط مرحلة اربعة وتخمل المرحلة الثالث. ما هو فعل المرافقة لمرحلة اربعة؟ هو تغذية العكسية للرافعة سي ناقض. اللي المثبت. وعند الضغط على سي زيرو ما الذي يحدث؟ تنشط المرحلة الابتدائي ويتوقف في النظام الى غاية الضغط على دي سي اي جرك مرة اخرى. هذا هو المخطط البياني والذي يسمى المتمن. ولا مخطط تحكم في المراحل والانتقالات واسميه غراف سي. تلميذ الاعزاء لو كنجيبوا هذا الشخص فانسويلي رح يفهم هذا المخطط ببساطة مهما كانت لغته. لو كنجيبوا هذا الشخص الكوري رح يفهم هذا المخطط ببساطة مهما كانت لغته الكورية. لو كنجيبوا هذا الهندي رح يفهمه بكل بساطة. حتى قاسامة ورح يفهم هذا المخطط. الله لاتتر بحكي يا قاسامة. هيا تلميذ الاعزاء انكملوا خدمتنا. اذا سؤال المطروح تعريف المتمن واشي هو المتمن اذا اول حاجة نزلنا نخمه واش معنتها ميم تا ميم نون والله نسميها المتمن كل بساطة المتمن هو عبارة كلمة ومتكونة من اربع حروف لاختصار لاربع كلمات الكلمة الاولى مخطط ميم والكلمة الثانية التحكم تا المراحل ميم والانتقالات اللي ننزلها حرف نون لذلك يسمى ميم تا ميم نون ونحن مش نركزو على التسمية قد ما نركزو على طريقة الاستخدام المتمن نمسحو هذه ونروحو لبعدها اذا ما هو المتمن اذا المتمن وهو عبارة عن اداة وصف كما دفتر شروط شرح يشرح لدفتر شروط يشرح لنظام الى كيفه يشتغل اذا واش نقول هو اداة وصف شرح زمانية بيانية واش هي تخططية هذه الادات باستخدام مربعات ما بين مربعات واش كان استقباليات وكل مربع واش فيها افعال مرافقة اذا واش هو المتمن اذا يتكون مربع الاول لمرقم برقم الصفر ولا ممكن يرقمه برقم واحد المربع المزدوج ماذا يسمى يسمى بمرحلة ابتدائية ولا مرحلة التوقف اينما يكون النظام متوقف اما المرحلة الاولى كما كنتلاحظوا مربع رقم واحد ولا مربع اثنين ولا ثلاثة ولا ربعة هذا واش نسميهم مرحلة مرفقة بالفعل كما كنتلاحظوا مرحلة واحد فيها فعال سي زين وقد تكون مرحلة فرغة عادي اللي بعدها كما مرحلة اثنين واش فيها فيها افعال مرافقة اذا مرحلة اثنين فيها دي زايد وفيها المحرك مرحلة واحد واش فيها فيها سي زايد هذا واش نسميهم افعال مرفقة اذا نكتب مع بعض اذا المو دي زايد وضي ناقص هذه تسمى الأفعال المرفقة ولا نسميهم المخعر اللي بعدها كما كم تلاحظوا كينا ناقصوا D0 وهذه وشي نسميها؟ نسميها شرط الانتقال ولا الاستقبالية أي مرحلة ولازم عندها شرط النهاية كما مرحلة ثلاثة كي تنشط تدخل تدخل ساقة رافعة D ناقص ويبقى محرك يدور مجرد يتحقق D0 والي يسوي واحد وشي حيث يصرها؟ لحي تنشط مرحلة ربعة وتخمل مرحلة ثلاثة وشي حيث يتوقف المحرك وتوقف رافعة عن الدخول وآخر حاجة اللي موجودة كما كم تلاحظوا هذو المربعات ما بناتهم السهم التوجيه كما كم تلاحظوا كيف يمشي الغرافست يمشي من الصيفة لازم يروح الواحد من الواحد يروح اثنين من الاثنين يروح ثلاثة من ثلاثة يروح اربعة مرة بعوين لازم يعود يرجع يرجع المرحلة الابتدائية عن طريق سهم موجه مع انتما نقدش نمشي بالعكس من ثلاثة نروح الاثنين واثنين يروح الواحد وواحد يروح الصيف لا لا إذن وش لازم نتبع سهم الموجه إذن هذا وش نسميه سميه سهم التوجيه والله نسميه وصلة الموجه تلاميذ الأعزاء تسألوني السؤال تقول يا أستاذ كيف نرسمو هذا المتمن كيف نحولو دفتر الشروط إلى المتمن إذن وش لازم تكون عندنا لازم تكون عندنا استراتيجية منظمة إذن وش هي الخطوات اللي نرسمو بها المتمن إذن طريقة بسيطة جدا إذن أولا تلاميذ الأعزاء يجب قراءة وتجزئ الدفتر الشروط بحروف الفصل والوصل لا تقلقوا شذوك وتفهمها بكل بسط هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية تركيز على المناولة الهيكلية كي تقرأ دفتر الشروط لازم تروح تشوف المناولة الهيكلية وتخيل نظام رأه يمشي أما الخطوة الثالثة وش هي قراءة الجدول اختيار التكنولوجيا جمعا كي يمدلك المناولة الهيكلية ودفتر الشروط سيمدلك جدول اختيارات التكنولوجيا يعطي لك المنافذات المتصدرة ويعطي لك الملتقيطات وخطوة الرابعة وش هي لازم تسألوا حق السؤال وش هو المتمن اللي طلبه مني الأستاذ هل هو متمن من وجهة نظر جزء التحكم كي يقولك أرسم لي متمن من وجهة نظر جزء التحكم وش معنته الأفعال وش هي المنفذات المتصدرة والملتقيطات هي الاستقبالية ولو كان يسألك سؤال واحد أخر استخد متمن من وجهة نظر جزء المنفذ هذه النظرات ترتكز على المنفذات وليست المنفذات المتصدرة إذن اش تولي الأفعال المخارج المنفذات تولي هي الأفعال والملتقيطات تولي استقبالية إذن وش هو فرق ما بينتهم إذن إذا كان الفعل إذا كان الفعل دوران المحرك هو منفذ وش هو المنفذ المتصدر اللي يتحكم في المحرك اللي هو كا آم إذن كا هو الكونتاكتور المنفذ المتصدر والآن هو المحرك إذا هنا وش تكتب؟ بالفعل تكتب KM وهنا نحي الكع اكتب محارك M هيا تلاميذ الأعزاء انطلاقا من هذه الخطوات المنظمة أرواحه نرسمه المتمن بإذن الله المتمن وشح يوليكم وليكم بسبوسا إذن أول حاجة نقرأ السؤال أرسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لهذا النظام تلاميذ الأعزاء قبل مراحول الاستراتيجية لازمنا نقرأ سؤال من فهم السؤال نصف الجواب إذن وش طلب منها أرسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم هذه جزء التحكم كلمة مفتاحية إذن الأفعال وش هي هي منفذات المتصدرة في المتمع لو كان يقول لك أرسم متمن من وجهة نظر جزء المنفذ لهذا النظام إذن الأفعال تولي المنفذات هي المنفذة وكي المتمن الثالث هو أرسم متمن من وجهة نظر جزء النظام هذا ما يهمناش بزاف لأنه يعطى مباشرة على شكل متمن إنتاج العادي على هذه يا جماعة وش أحركزكم؟ أحركزكم بزاف على المتمن من وجهة نظر جزء التحكم ومدرجة أقل من أمتا من ونجد نظر جزء التنفيذ هيا تلميذ الأعزاء كيقول لك أرسمت من أول حاجة وش لازم دير لازم تجيب المناولة الهيكلية اللي تعطي لك نظام متوقف في حالة راحة أينما رافعة في حالة راحة ضغط على C0 وساقتحها داخلها ورافعة D كذلك في حالة راحة ساقتحها داخلها وضغط على D0 إذن هذا النظام مهيئ في حالة راحة ثاني حاجة وش لازمنا نجيب دفتر الشروط كما قلنا مقبل لازمنا نقرأ دفتر الشروط مليح بنقدر نرسمه المتمن والثالث حاجة وش لازمنا جمع لازمنا نجيب الجدول الأختيارات في الجدول الأختيار ستجدهم قسم الثلاث أقسم أساسية القسم الأول هو المنفذات القسم الثاني المنفذات المتصدرة مثلا كما رافعة C كون يتحكم فيها يتحكم فيها ديستريبتور يتحكم فيها الموزع إما DC زايد ودي سي ناقص مثلا كما رافعة D يتحكم فيها موزع ثنائي الاستقرار دي دي زايد ودي دي ناقص دي دي زايد مع انت خروج ودي دي ناقص مع انت الدخول مثلا المحرك ما يتحكم فيه يتحكم فيه ملامس كهرومي ومناظر كأام كنتمغنط كأاميدور المحرك هذو اللي يجين مننا سميهم منفذات كتزيد لهم دي دي والله المحرك يزيد له كأوش ولمنفذات المتصدر وهنا كنواش كنواش كنوال الملتقيطات هي ليشارق نهاية الأفعال مهنا تلاميذ الأعزاء ركزوا وش طلب منها وصمت من من وجهة نظر جزء التحكم مع انت ركزوا على الفعال وش هي هي المنفذات المتصدر لو كان قنا وصمت من من وجهة نظر جزء المنفذ الأفعال سوف تكون المنفذة ذو كنتفهمها بالتفصيل ان شاء الله بعدما كملنا هذا وحذرناهم أرواحون تبعوا الخطوات وش قلنا أول حاجة تجزئ الدفتر الشروط بحروف الفصل والوصل هاي اجمعنا نبدأ ونقرأ دفتر الشروط وش قلنا في دفتر الشروط عند حضور قطع S مع انت شرق مع انت قطع حاضرة يددكتها ملتقيط S هذا والضغط على زر تشغيل DCY والنظام لازم يكون مهيئ في حالة طرحة وش يحيصر يتم تقديم مع انت النظام حيدي ماري نظام وش معنى كان في المرحلة ابتداء الصفر واذا يتحقوا هذو الشروط راح يدي ماري وش هاي يدي يتقدم يتم تقديم ماذا يتم تقديم القطعة هذه القطعة غير مذقوبة عن طريق خروص ساقة رفعة C اذا جمع كده كينفعل حد الان كينفعل واحد اذا في المرحلة واحد وش كين كينفعل وش هو خروص ساقة رفعة اللي يدفع القطعة امام المذقاب بعدها وش قلقكم بعدها بعدها فصل ولا وصل بعدها فصل وش معنى بعد مرحلة واحد وش حد جي مرحلة ثنين اذا بعدها وش جي مرحلة ثنين وش الافعل موجودة في مرحلة ثنين اقرأوا معايا تعود هذه الرافعة اللي خرجتلي القطعة غير مذقوبة وش قلقكم تعودوا الى حالة ابتدائية وعنده الضغط على C0 تتم اذا هنا في المرحلة الثنين كده كينفعل كينفعل عودة رافعة C فقط بعدها وش قلكن تضغط على رافعة C تتم بعدها فصل ولا وصل هذه scout فصل بعد مرحلة ثنين اقرأوا مرحلة ثلاثة مرحلة ثلاثة وش الافعل الموجودة فيها هذا هو المحتوى ومرحلة ثلاثة اذا مرحلة ثلاثة وش فيها بعدها تتم عملية الثقب عن طريق دورا وثقاب فعل من بعده وش قالنا قالنا و هل هي فصل وفصل معنى وصل وش معناته معناته في المرحلة ثلاثة كان أكثر من فعل. الفعل الأول وهو عملي تثقب عن طريق دور المثقاب. هنا كان فعل الثاني وهو نزوله عن طريق رفعة دي. إذا في المرحلة ثلاثة كده كان فعل وهو دور المثقاب. والفعل الثاني وهو خروج ساقة رفعة دي. في المرحلة الثلاثة كان فعلي مع بعض. من بعد نكمله مع بعضنا التنميذ الأعزاء. وعند نهاية الثقم. ما معناتها؟ كي تخرج ساقة رافعة دي ودر محرك تخرج تخرج حتى تضغط على دي واحد معناتها كي تضغط دي واحد معناتها انتهت عملية الثقب وعندها نهاية الثقب وش معناتها؟ فصل والوصل معناتها دي مرحلة رابعة إذاً في المرحلة الرابعة كان يوجد فعلا. الفعل الاول هو عودة ساقة رافعة لدي مع استمرارية دوران المثقاب. مع انت المثقاب يبقى يدور مع انت نخليه محرك مازال يدور. وعند الضغط على دي زيرو مع انت كتشة رافعة بعد ما خرجت الضغطة على دي واحدة. كنت تعكس ما تدخل تدخل تضغط على دي زيرو. وعند الضغط على دي زيرو ما الذي يحدث تنتهي الدورة ويتوقف النظام ونرجع الحالة الابتدائية. الى التلميذي الاعزاء اول حاجة واشترنا قرينا دفتر شروط وقسمناه في حروف الفصل والوصل وعرفنا كده فيه مرحلة. لقينا فيها ربعة مراحل فيه خمس مراحل. مرحلة ابتداء اي صفر وربع مراحل كل مرحلة فيها فعل وكين مرحلة فيها فعلين. بعد ما كملنا هذي التلميذي الاعزاء روحوا جدول الاختيارات. في الجدول الاختيارات لازمنا نعرفوا سؤال منه. في السؤال واش قالنا? ارسمت من من وجهة نظر جزء التحكم. بما انه قالنا جزء التحكم. اذا واش ركزوا? الافعال واش هي? هي المنفذات المتصدر. اذا نلونتكم هذي المنفذات المتصدر. اكتب عليها الافعال بها ما تغلطش. والملتقيطات دي ما وشية هي الاستقبليات. الشرطة نهاية الافعال. بعد ما كملنا هذو التلميذي الاعزاء روحوا نرسمو. اذا اول حاجة نرسمو مرحلة ابتدائية مربع مزدوج ورقمها بصفر ولوحت كما تحب. هي عادة نرقمها بصفر. من بعدها مرحلة ابتدائية واش نديرها نديرها استقبالية? مرحلة نظام لازم يتحقوا الشرط. واش هي هما? نقراف دات الشرط. واش قال لك? عندها حضور قطعة اس. بها يمشي نظام. لازم حضور قطعة اس يددكتها ملتقط اس. واش معتها باللوجيك? معتها جودة. والضغط على زر تشغيل دي سي ايجراء. ولازم كذلك النظام يكون مهيئ في حالة راحة. اينما تكونه رافع في حالة الابتدائية. اش كون يبيه اللي يرافع في حالة الابتدائية? اللي وصي الصفر لا يساق. طابق! طابقة استقبالية هنا. اش جدنا دي سي ايجراء. inentلاق الدورة في ماذا? في اس لي وجوده القطعة. في ماذا؟ في دي زيرو c Enero وانتبني له بي رافعا في حالة ايبتدائي. في ماذا؟ في دي زيرو كنتبني لرافعي في حالة الراحة. اذا سي صفر في دي صفر كتبته لون الله احمر. واش نسميه؟ نسميه انستخدام شرط الابتدائي لتبين لنظام اراحة في حالة الراحة. النظام اراحه مهيئة بعدما كملت هذه الجماعة، راح نقرأه في دفتر شروط كي تحقق شروط، أول شيء، عندها حضور قطعة S والضغط على زر تشغيل DCY يتم تقديم القطعة عن طريق خروج ساقة رافعة C إذاً كده كيف ينفعل؟ كيف ينفعل واحد إذاً نرسمو مرحلة ونرقموها برقم واحد ونديروا فعل واحد والفعل واحد هو خروج ساقة رافعة وبما أنه قلنا من وجهة نظر جزء التحكم، ما نكتبه؟ إذاً قلنا مرة أرщئة خروج ساقة رافعة C ونكتبه ourël сцен بسرعة D سنعمل فريكة مانا على محاهمة�입قة سنعمل فريكة فريكة خروج ونشوف نذكر دي سي eight إذن قلنا دخول ساقة رافعية b تشغيل دي سي نقص أبينا مع دي سي Delta t موزع المنافذ المتصدر سنعمل فريكة خروج انا قلنا المرحلة واحد ببعض واحد مرة أقبلة، يجب لديها استقبالية ما دوقنا؟ ديستربيتورد würden معناتها لقاطع رافعة وزيد كما الحدافراء ال MARFF&CK الجهازي لا يريد الا العام أيضًا زاد كما علم من أنا الانفظة 2 AM3 X UL YL 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 Y Shot Shower وفيد ٣ Z T J 1 Ray & Silver وش هو الكابتول الذي يبيل لنهاية الخروج للسارة؟ لديه هو ملتقة C1 إذن ما هي الاستقبال لينهاية مرحلة واحد اللي هو ملتقة C1 واننا لا تقدروا تشوفوا ذلك في هذه الحالة إذن مع przepقدengine C عنها ملتقة C0 يبيل اللي يبلي دخول الساقة س arriمت واس عمتها هو خروض الساقة س arriمت هنا ت него Прvolta the pass بعد Su brunch بعدها ما هو من Za G ملتقة sj بعدها وش معتها مرحلة 2 فالمرحلة 2 تعود إلى حالة الابتدائي وعند الضغط على C0. إذا في المرحلة الثنين كذلك يوجد فعل واحد. الفعل هو الدخول ساق رافعة. ومن المنافذ المتصدد. كما تلاحظوا دي سي ناقص. إذا هنا تكتبوا موزع رافعة C والناقص معندها الدخول. والمرحلة الثنين. وش هي الاستقبالية نهاية تاحة؟ نهاية الدخول. وش هي المرتقاط C0. وناكملنا مرحلة ثنين ونروح لمرحلة رقم ثلاثة. المرحلة رقم ثلاثة كما تلاحظوا تتم بعدها. هنا كنا في مرحلة ثنين. وش تتم بعدها مع أعنتها مرحلة ثلاثة مع أعنتها فصل. تتم بعدها. وش تتم بعدها؟ عملية الثقب على طريق دور المثقاب. مع أعنتها فعل مرفق و. مع أعنتها فعل آخر. ونزوله عن طريق رافعة دي خروج. إذا هنا كنت فعل كين فعلين. نتقسمهم بهذا الشكل. فعل أول وش هي وجمع. هو هو خروج رافعة دي. ما يتحكم فيه خروج رافعة دي هو الموزع. ما هو دي دي زايد؟ دي سريبتو دي زايد. ما معنى هذه نقسمها على الزوج؟ ودواران المحرك. إذا المحرك هو المنفذ. ما هو المنفذ المتصدر الذي يتحكم في المحرك هو الكنتاكتور. إذا ما نكتبه؟ نكتبه كام. إذا المرحلة ثلاثة وش فيها فعلين؟ دي دي زايد. وبعدها سؤال مطرح. متى تنتهي مرحلة ثلاثة؟ عند نهاية الثقب. هاي ركزوا معي مني. ما قالكم؟ عملية الثقب عن طريق دوران المثقاب ونزوله عن طريق رافعة دي. عندها نهاية الثقب. ما كوني بيينها لي؟ كي تخرج ساقة رافعة تخرج 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 تخرج. وقتها تنتهي عمل الثقب حتى تضغط على دي واحد. إذا ما هو شرط نهاية مرحلة ثلاثة؟ ما هي الاستقبلية التي هي دي واحد. ومن بعدها تلميذ الأعزاء. بعدها نهاية عملية الثقب وش ستصرها؟ تعود ساقة رافعة. معناتها عند نهاية الثقب معناتها فصل. معناتها تجي مرحلة أربعة. في المرحلة الأربعة وش هم الأف كانت دي دي زين خروج. ذو كو حر نعكسه. وش معناتها دي دي ناقص. معناتها كين فعل آخر مع رجوع استمرارية دوران المثقاب. إذا هنا كده كين فعل؟ كين فعلين. الفعل الأول تغذية العكسية دي دي ناقص الرافعة. بها الرجعوها. والفعل استمرارية تغذية المحرك. كما كنت لاحظ المحرك في المرحلة الثلاثة يبقى يدور. وفي المرحلة الرابعة يبقى يدور. بعدها تلميذ الأعزاء نكملوا استمرارية دوران المثقاب وعندها الضغط على دي زرو. كنت ترجع هذه الرافعة وتضغط على دي زرو. ما الذي يحدث؟ تنتهي الدورة. إذن وقتها يتوقف المحرك. وقتها تعود سرقة رافعة دي ناقص. وقتها تنتهي مرحلة ربعة. كيتحقق القابلية. وش هي هي اللي دي زيرو. كيتحقق دي زيرو تنتهي الدورة وتعود إلى الحالة الابتدائية. معناتها النظام يتوقف. معناتها من هذا القابلية وين نعود ونرجعه؟ نرجعه مرحلة ابتدائية وما تنسوش ديرو السهم التوجيه. إذن هنا وش صامنا تلميذ الأعزاء صامنا متمن من وجهة نظر ج جزء التحكم لنظام كامل. نظام بسيطة جدا. هذا النوع التعوشي هو جزء التحكم. تلميذ الأعزاء متمن في المستقبل راح يتبدل. بس كل اليوم مش هنخدمنا. خدمنا متمن تع نظام كامل إجمالي. مرة جاي هندوسوا أنظمة معقدة. أنظمة معقدة هنقسموها الأجزاء وكل جزء نخدمو له متمن. ويولي المتمن هذا كي يسموه متمن الأشغلاء. إذن هذا المتمن اللي يصمتوه هو متمن نظام كامل. متمن العام. مرة جاي راح نتعلموه نخدموه متامي تاع الأشغلات للأجز تلميذ الأعزاء بعد ما كملنا رسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم قد يجيكم السؤال آخر. شي يقولك أرصو متمن من وجهة نظر جزء المنفذ لهذا النظام. هذا المتمن بسيط. كما هذا كانت تغيرات بسيطة. إذن شو نديره في هذه الحالة؟ ش virus من قبل كانت منافذات المنتصدرة أفعال بس كو اخطلمنا متمن من وجهة نظر جزء التحكم. دعوا كوه وش تولي الأفعال؟ تولي في المنفذات. تقولك ارصو متمن من وجهة نظر جزء المنفذ وش معنى الأفعال هي المنفذات والملتقي تتبقى نفسها الاستقبالية. اذا هذا المتمن اللي يرصمناه رح نبدله هذا مكان. واش رح نبدله نحيو حرف D ونحيو حرف الكاء. مثلا كما هنا دي سي زايد. واش نحيو نحيو حرف D نحيو الموزع. نخلوه سي زايد مع تخروس ساقة رافعة. مثلا كاء ام دورا محاك نحوي كونتركتور وخليو الام. كيف اصطر طريقة بسطة جدا ركز معامله. هاي تلاميذي الاعزاء نبدو نغيره. اذا نمسحو هذي واش تكتبوه سي زايد. اذا واش ن حين حرف D. دي واش معنت هو الموزع ديستربيتور وموزع تكل رافعة. والله تقدر تكتب سي زايد واش تكتبها خروج ساقة رافعة سي باللغة العربية. ها اللي كمانا مرحلة واحد. ورح المرحلة الثانية واش مكتبها? دي سي ناقص. نحن نحيو حرف D. اذا نشتولي. تولي سي ناقص. والله تقدر تكتبها بلغة العربية. دخول ساقة رافعة سي. نزيد وروح المرحلة الثلاثة. دي زايد نمسحوها. واش نقلبوها? دي زايد. وال نمسحها نمسحها ونخليه الآن فقط نكتب الآن مركز هي دوران المحرك كما كتبنا هنا والله تكتب دوران الميقاب دوران المحرك رحوا لمرحلة الرابعة دي دي ناقص نمسحوا دي خليه دي ناقص ولا تقدر تقول دخول ساقة رفعة دي وآخر حاجة ليه نمسحه نخليه الآن ولا تقدر تقول استمارية دوران المحرك إذن هذا المتمن يصنع نظركه وشي هو هو متمن من وجهة نظر جزء المنفذ أينما المخارج والأفعاد تكون هي المنفذات ومن المتمن يدرسنا من قبل متمن من وجهة نظر جزء التحكم وش نزيده المنفذات نزيده لها الموزعات مثلا رافعة نزيده لها دي مثلا محرك نزيده لكا مثلا إلكتروفان نزيده لكونتاكتور هذا هو المتمن من وجهة نظر جزء التحكم والمتمن من وجهة نظر الجزء المنفذ تلاميذ الأعزاء بعد ما عرفنا طريقة رسم المتمن أرواحهم ديرو المحاكات سنعطيكم محاكات عالمية طريقة التدريسة عندي مكشح تلقها لا في مواقع إنجليزية ولا مواقع فرنسية ولا مواقع عربية تلاميذ الأعزاء في الحالة الإبتدائية المرحلة الإبتدائية تكون منشطة وكتعد مرحلة الإبتدائية منشطة وش مع أن تعمل نظام في حاله تراحى في حالة التوقف التوقف لكي يشتغل نظام لديه ربع شهر شرط الأول وش هو ضغط على دي سي بار سيكل الشرط الثاني لازم تقضعها تكون أمام ملتقي الأس والشرط الثالث والرابع وش هو لازم يكون نظام مهيئ لازم رافعة تكون داخلها في حالة تراحى ضغط على سي زيرو ورافعة دي كذلك داخلها في حالة تراحى الضغط على دي زيرو كيتحقوا هذو ربع شهر وش هيسرة خطوات مرحلة واحد وتخمل مرحلة سيفر كيتنشط مرحلة واحد وش هيطبق راح cometطبق الفعل مرفق السيف hack ساق تحت خارجة. كنغضيها ديستيريبتو سي ناقص حنغضيها التغذية العكسية. كنغضيها التغذية العكسية وش حيصرها تدخل ساق رافي. هذا الشكل الى غاية الضغط على ملتقة سي زيرو. عند ضغط على سي زيرو. سي زيرو محقق ومرحلة ثنين محققة. وش حيصرها تنشط مرحلة ثلاثة وتخمل مرحلة ثنين. مرحلة ثلاثة لها يكون بلول اللحمة. عند تنشط مرحلة ثلاثة. قد فيها فعل مرفقين فعلين. دي دي زايد. وكا مع انتها فعلين سيمشوا مع بعض. ركزوا معي. كما لاحظتم الفعل الاول هو خروج ساقة رافعة. دي دي زايد. والفعل الثاني دوران مثقاب وثقاب القطعة. عند ضغط على دي واحد. وش راكم تلاحظوا. دي واحد محقق ومرحلة ثلاثة. وش حيصرها. تنشط مرحلة ثلاثة. وتخمل مرحلة ثلاثة. بما انه تنشط مرحلة ثلاثة. بما انه تنشط مرحلة ثلاثة. قد فيها فعل. فيها فعل او دي دي ناقص. تغذية رافعة تغذية العكسية بترجحها. واستمرار الدوران المحرك. ر عند الضغط على دي زيرو. المرحلة ربعة منشطة. والدي يستوي السفر. وش عيصرها تعود تنشط مرحلة ثلاثة. وهنا يتوقف النظام ويعود الى حالة الابتدائية. ولكي تشغل النظام من جديد عليك الضغط على دي سي اقرر. هنا تلاميذ الأعزاء. وصدنا نهاية الحصة. ومبقى عليها. نقول لكم غير. سلام. اشتركوا في القناة